وعنى من واسع ان الرجل لا يبكي عشرين سنة ان الرجل لا يبكي عشرين سنة وامرأته معه لا تعلم وامرأته معه لا تعلم انت بدك يطلع صدقات ليش بتحكي لمرأتك ليش تدريها ليش تدري ولادك طلع صدقات وزكاة طيب كيف ممكن تطلع زكاة من غير ما زوجتك تعرف طلع مسبقا طلع مسبقا لانك اذا بدك تتأخر بدك تفصلها عن مالك الكلي وبدك تشهد زوجتك اولادك انه هذا ايش ليس بمالي هذا مال زكاة لكن اذا انت بتطلع مسبق يعني مطلوب انك الف دينار زكاة فانت بتطلع ما بيجي موعد الزكاة ولا ان اصلا ايش انا مطلع الالف فافضل طريق حتى لا يدرى لا زوجتك ولا ولادك انك شو انك تطلع مسبقا لامر الاخر يا اخي انتبه انك ما تشاور زوجتك بجوز تزرع فيك الدنيا فاول كلمة تقول لك اولادنا اولى بنا نجوز هالولاد بنا نسكن هالولاد بنا نعالج هالولاد بنا ندرس هالولاد يخرب بيت اليهود فببال شو ايش كل كلمة تقول لك ايش الولاد وبعدين بصير تقول لك شو قنديش طلعت زكاة بتقوله الف دينار طب بتقول لك طب ما تجيب لك السلط اوتوماتيك وده معك مصاري اثريتك طب جبل لي جلاية يازم جبل لي خدامة يازم بجيب لك خدامة ضرها تساعدك شو رايك تقول لك لا مش هاي الخدامة عندنا خدامة ايش ثانيا ولا حوله ولا قوة الا بالله فاذا يا من تريد عمل الخير اذا كنت صادقا فزوجتك لا تعلم عنك شيئا طبعا ليش قال الزوجة ما قال صاحبه زميله فضل احسنت لانها اقرب الناس اليك قد ما بدك تخبي زوجتك شو مالها بدها تكشفك فبالتالي هذا خب العمل الصالح الاخر يبكي يبكي في الليل وزوجته لا تدري انه يبكي من خشية الله مش كل شوي قوم يا بنت فلان والله ما عارف انام هيني بعيط شو طعيطه ايش ولا حول ولا قوة الا بالله وبجوز تطلع لا ايمه تقول لك ما تنسى ان بدن اقنام لا حول ولا قوة الا بالله الالي العظيم اشتركوا في القناة